امرنا انه برضو وقت المغرب اللي هو قبل المغرب كده بشوية نقفل الشبابيك ونقفل البيدان كلها عشان في الوقت ده الشراثين بتبقى بتجري في الشوارع فمنقفل احنا الشبابيك عشان ما هي بتجري متخشش البيت عندنا كده يمس يعني ايه يعني انا دلوقتي لو لابسة شورت في البيت قدام ماما لابسة بيجاما حط شورت قدام ماما دي عورة اه باخد سيئت اه سيرفرايز موسيقى 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 وده حزمة من جرائم تقنيات المعلومات بتقول للبنات الصغيرة المراهقات انه ما ينفعش تلبسوه بجامة بشركة في البيت قدام بابا وماما في عيز الحر ده وفي عيز تخبيط الأحمال الحقيقة يعني الشرح اللي بتقوله بيرجع لفكرة انه العورة وتحميل البنت الصغيرة عبق الجسد وانها محتاجة تحمي ده حتى من ابوه ومهر فمفترض انه بتزرع في جماع البنات الصغيرة اللي ممكن تلبس بيجامة بشورة أمها اللي شريها لها في البيت اللي هي قالت عليها hold short باعتبارها بتدرس خواجاتي انه ابوها ممكن يبسوا انه ابوها منحرف جنسيا فما ينفعش تقعد قدام منه ببيجامة بشورة أمها شريها لأكتر من كده انه أمها نفسها منحرفة جنسيا فالاتنين ممكن يستصاروا بفخاد البيت الصغيرة الحقيقة دي جرائم شديدة في تقنية المعلومات وفي قانون الطفل يعني الحقيقة قعدنا سنين نحارب التحرش الجنسي في الشوارع ونحارب فكرة لقم الضحية بانها لابسة وسيارة ولا لابسة طويل وان اللي بيبص اصلا واللي بيتحرش اصلا ده مجرم ودماغه بايزة وحصل تطور تشريعي لدرجة انه التحرش في الشارع وصلت عقوبته لسبع سنين سجن فاحنا بنين ايه للعطى على البيوت انا بقول دلوقتي ان ليس للصبي غير المميز عورة مع الدوائر القريبة منه من ابويه اعمام اغلاين لدينا عندنا دائرة المحرمية ان المسألة هنا بترجع الى الاداب الاداب بمعنى ايه الاداب بمعنى ان انا دلوقتي البنت دي هتدرج بها العمر بعد ذلك تمام وهتصبح انسانة متئولة ويصبح لها عورة في القريب العاجل اللي هو سن بلوغها مباشرة فيكون هيتغير حكم الشرع السن البلوغ من الجواز الى عدم الجواز ايه انا عورتي قدام امي اخد عليها زنوب هي دي مش عورة حتى دي رجليها دي مش عورة ده شورت لا لا لم اكل ذلك بعد سن التنيذ عندنا ده شيء مش محرم انتو عارفين ان الشياطين ما بتعرفش تفتح الباب اي باب اوكي عارفين ان الشياطين ما بتعرفش تفتح الباب انا دلوقتي لو قاعد في بيتي خلاص وعندي طويلت زي دلوقتي احنا عاردين في الدرس وفي طويلت موجود هنا صح؟ لما انا اخش الطويلت وخلصت وطلعت بره الطويلت وسبت الباب مفتوح بتاع الطويلت انا كده بقول الشيطان ايه تفضل تفضلوا اعودوا معنا صح؟ ينفع يبقى دايما بليز ميت شور وانتو خارجين من الطويلت نقفل الباب ورانا الرسول صلى الله عليه وسلم له الصلاة والسلام قال لنا انه لما ان الشياطين ما بتعرفش تفتح البدان ما بتعرفش تفتح الايه الابواب وامرنا انه برضو وقت المغرب اللي هو قبل المغرب كده بشوية نقفل الشبابيك ونقفل البدان كلها عشان في الوقت ده الشراثين بتبقى بتجري في الشوارع فمنقفل احنا الشبابيك عشان وهي بتجري ما تخشش البيت عندنا وده بقى قاعدة معنا البيت شايفين كلمه لا اللي انت بتعودوا طول النهار تقولوها ل لأ انا نازل لأ انا خارج لأ انا هخرج مع اصحابي لأ انا مش رايح المدرسه لأ انا مش هذاكر لأ انا مش هصلي ليس هقول كلمه لأ لأهلي لو انت قلت كلمه لأ بقت ايه عقوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة